كما هيك جاهز في يوم ما نحكي إحنا central هو السن اللي بيكون قريب على الميدين لين شرحوا لكم الدكاترة إنه إحنا في عنا إيش بنسميه الميد لين اللي هو بيقسم الفيس واحد بيكون رايت واحد بيكون لفت فبالتالي بيكون في عنا ماكزيلاري رايت سنترال إنسايزر ماكزيلاري لفت سنترال إنسايزر طيب شو بعد السنترال إنسايزر بيجي عنا في الدينتال آرت لاترال إنسايزر لاترال إنسايزر كيف بيكون ترتيب الأسنان إن جنرال بيكون في عنا سنترال لاترال بعدها شو بيجي عنا كناين بعد الكنين شو بيكون موجود عنا مولار بالperminal premolar ممتاز والprimary molar ممتاز ففعليا بكون عنا احنا two sets of dentition في عنا اشي منسمي primary dentition وفي اشي منسمي permanent dentition الprimary dentition شو اسم ثاني إله دي سد يوس ممتاز او ملكي او ملكي تيث ليش منسميهم دي سد يوس لأنه بصير لهم ممتاز جدا لأنهم بكونوا temporary يعني تخيلوا انت طفل جديد baby ما بيزبط يكون حجم الأسنان غير متناسق مع function المطلوبة من هذا الطفل في السنوات الأولى من عمر ففعليا هاي الملكي تيث او deciduous تيث بيكون لها function لفترة زمنية معينة بعدها بصير في عنا اشي منسميه mixed dentition time mixed dentition بيكون في عنا mix ما بين primary و permanent تيث في نفس الفترة طيب لو سألنا شو هو أول سن بيبزغ عند الطدلر أو عند البيب lower central lower central incisor lower ممتاز يعني دارسي للمحاضرة الأولى والثاني بالتفصيل انتو صح لحقت تدري طيب لو لو حكينا انه المكزيلري first molar هل بيعمل replacement لدسيديو وستوث أو لا واضح لا يعني احنا بنعرف احنا بنعرف انه في عنا complete set of primary teeth أو deciduous teeth هاي الأسنان رح يجيها successors هاي الأسنان successors اللي هي permanent teeth تعمل replacement للpre-existing primary teeth لكن بالنسبة للfirst molar second molar third molar وهدولا ما بيعمل replacement لpre-existing primary teeth يعني فعليا اذا حكينا انه primary teeth هي اندي انا molar بصر لreplacement في permanent pre-molar هل هذو الكلام صحيح صحيح تمام ايش اخذت في المحاضرة التانية اخذنا عن الـ landmarks تمام شو هو الـ definition تبع الـ landmarks ممتاز يعني احنا بيكون في عنا محددات يعني علامات مميزة موجودة في كل سن هاي العلامات المميزة هي اللي بتساعد هذا السن انه يقوم بالfunction تبعته فعطيني example على landmarks ممتاز example على landmarks هي casp example اخر grooves grooves ممتاز singular هل هي landmarks نعم هي عن لو ما تطور هي في كسب ما تطور ممتاز فعليا السنجولم هي landmarks بتكون موجودة على anterior teeth فهاي السنجولم هي تعتبر landmarks كمان example على landmarks الماميلون ماميلون ايش هم الماميلون شو بمثلو لك الماميلون شو اللي هو اتحاد مع بعض بعطينا الانصائز الرد تبعة ال central ممتاز اثناء development تبعة الطوث بيكون في growth centers صح هاي growth centers مع الوقت بصير اسمها loops فبصير اسمها developmental loops مع الوقت بصير فبيتشكل عندي التوث اللي هو اما anterior او posterior في anterior teeth كم موجود عنا اربعة اربعة ثلاثة في الابيل او بالفيشل وواحد في الممتاز في posterior teeth يعني مثلا اللي نفترض المانديبلر فيرست مولر كم developmental لوب بيكون عنا اربعة وردو بالنسبة للمانديبلر second مولر بيكون في عنا اربع اثنين بكل واثنين lingual بالنسبة للمانديبلر فيرست مولر بيكون في عنا خمسة developmental لوب ثلاثة في البكل واثنين في lingual هدول بعد الdevelopment بيشكلولنا اللي هم الكاسبس اكيد انتوا مسكتوا اسنان بين ايديكم عملتولهم examination وشفتوا شو معنى كلمة كاسب صح شفتوا مولر قبل هالمرة اه ممتاز اذا لاحظتوا الاوكلوز السيرفس بيكون عليه زي elevations هاي الelevations اللي احنا منسميها اللي هي الكاسبس تمام بالنسبة لا الانسايزرز هل بيكون لهم اوكلوز السيرفس لا لا الانسايزر اج نسميها انسايزر اج تمام اليوم رح نحكي عن الماكزيلاري انسايزرز لما نحكي ماكزيلاري يعني related to the upper joe ولا lower joe upper joe upper joe ممتاز كم انسايزر عنا موجود four 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 انسايزرز اللي حكي ستة اللي هم قصدك انت عن الانتيريور تي الانتيريور تي صح بيكون في عنا two central two laterals و two canines هدول منسميهم انتيريور تي بالنسبة للانسايزرز بنسمي احنا central وال lateral هدول هم الستة اللي منسميهم انسايزرز فبكون في عنا احنا two central incisors و two lateral incisors نشوف هون على الصورة بين الصورة عندكم نسلايد اعم بين شوفوا في عنا واحد اللي هو المجزيلري right central incisor وهون الميزي surface تبعه اقريب على الميدي line والمجزيلري left central incisor نفس الاشي الميزي surface تبعه اقريب على الميدي line ففعليا central incisors هم الاسنان الوحيدة اللي في dental arch اللي بيكون الميزي surface تبعتهم touching each other تمام هاي هي المعلوم اللي حكينا لكم إياها ان central incisors they are the only teeth in the dental arcs that have the mesial surfaces touching each other يعني شوفوا هون هذول المaxillary central incisors تعرفوا هذو السطح تبع تبع السن لقريب على الميدي line منسمي mesial surface فهون حسب الصورة الموجودة قدامنا هذول التو mesial surfaces touching each other the same thing applies for the mandibular central incisors where the mesial surfaces or these two central incisors coming in contact with each other واضح مفهوم مواضح ممتاز مفهوم تمام لو حكينا lateral incisor وين بيكون موجود بالنسبة لل central incisor median to it or distal 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 صح ففعليا lateral distal ممتاز غفاليا lateral incisor it's the tooth that comes next distally when related to the central incisor زي ما حكينا الفنكشن تبعت central واللateral incisors لهم to cut the food to make punch and cut the food which makes the mastication process much more easier بالنسبة للمعلومة اللي حكيناها قبل شوي في posterior teeth بيكون عنا على occlusal surface cusps هذول cusps مسؤولية عملية المastication grinding للfood بالنسبة للanterior teeth تكون في اسمها incisal edge later on أو بتكون incisal edge later on بتصير incisal edge وظيفتها إن تعمل incision أو punch من خلال الفود شوف هاي المعلوم اللي هو the incisal ridge is that portion of the crown which makes up the complete incisal portion when incisal is newly erupted the incisal portion is rounded and merged with the meso incisal and disto incisal angles and the labial and the lingual surfaces the ridge portion of the crown is called the incisal ridge يعني هاي الصورة اللي قدامنا اللي احنا شايفينها في البداية اول ما يصير بزوق اول ما يصير eruption newly erupted incisal بتكون هاي المنطقة rounded smooth بتكون لساتها مش متعرضة لعملية cutting للفود بتكون rounded smooth continuous مع meso incisal وال disto incisal angles طيب مع الوقت شو بيصير لنا مع الوقت بيصير في عنا اشي بنسمي wear او attrition نتيجة عملية grinding للفود نتيجة عملية cutting through the food نتيجة عملية الcontact ما بين maxillary central والmandibular central اثناء عملية mastication بيصير في عنا slight wear هذا slight wear بحول لنا smooth rounded ridge ل sharper edge يعني بتكون زي half وهاي الحاف بتكون sharp وبتحول التسمية من incisal ridge لا incisal ridge واضح لحد هون في حدا عنده اي سؤال good بالنسبة لعملية الereruption schedule تبع هاي central incisors اول اشي بتصير في عنا اللي هي منسميها calcification stage يعني بعد ما يتشكل عندي انا الماتريكس اخدته في الهيستولوجي انه بكون اثناء تبعت التي يتشكل عندي ام matrix بعد هاي الماتريكس بيصير في عنده عملية calcification هاي عملية calcification بتكون في خلال ثلاث لأربعة months of age بعدها بيصير في عنده crown completion على عمر الأربعة لخمس سنين الايروبشن من سبعة لثمان سنين والroot completion بيصير في عمر التسع سنوات يعني ليش هاي المعلومات مهمة مهم جدا اعرف انا متى بيصير في عندي eruption مهم جدا اعرف انا متى بيصير في عندي root completion ليش عشان اعرف انه هل الاسكيجول تبع الايروبشن صحيح هل انا اذا بدي اعمل اي انترسيبشن او اي انترفنشن الroot تبع السن completed or not بناء علي انا بعمل التريتمان تبعتي بالنسبة للنومنكليتر او كيف انا بصف هذا السن اخدت three systems في عنا اللي هو زيغموندي بالمر اخدت ال fda واخدت ال fdi sorry واخدت اللي هو ال universal system ايو موجودين امامكم لو حكينا بال universal system نسأل مين بال universal system شو رقم هادا السن maxillary central incisor تمانية تمانية تمام في كيف احنا بنعمل له وصف اللي هو اول واحد بيكون معه زي قوس بيوصف اي 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 كوادرنت صح فبيكون انا في عندي زي شكل معين عشان يعمل لي description للسن في quadrants بالنسبة ال permanent teeth بتكون في كل كوادرنت محطوط عندي انا ارقام من واحد لثمانية فبالنسبة لل central incisor رح ياخذ الرقم واحد نيجي على المورفولوجيكال فيترز نيجي نطلع على السن من الليبيال سيفس من الليبيال سيفس كيف بيكون شكل الكرام شو شايفين قدامنا كيف شكل الكرام بيشبه شبه المنحرف صح شبه المنحرف اللي هو ترابيزايدل الشورتست سايد تبعه بيكون سير غايكالي و اللونغست سايد بيكون اللونغست سايد بيكون إنسايزا تمام نيجي على اللي هو السيربيكو إنسايزا لنث شو يعني سيربيكو إنسايزا لنث شو يعني ممتاز طول السن من الإنسايزا الإج والإنسايزا الرج لا السيربيكو اللاين شو هو تعريف السيربيكو اللاين الخط اللي بين الكرام والرود بيكون ممتاز شو الاسم التاني للسيربيكو اللاين استمنتوا ينام الجنك ممتاز السمنتم وين بتكون على بتكون على 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 والإنامل وين بتكون على 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 فهون أنا عندي السيربيكو إنسايزا لنث تبعت السنترال إنسايزا هي عشرة ونص مليمتر نيجي على عرض السن عرض السن ناخده هون في الليبي السيرفس ميزيو ديستالي تمام الميزيو ديستال ديامتر شايفين ليش هو مهم نحكي إنه هو تربيزويد الإنشاب لإنه رح نلاحظ إنه عندي أنا two widths الwidth الأول بيكون لهو ثمانية ونص مليمتر والwidth التاني more سيرفايكالي بيكون هو سبعة مليمتر واضحة هاي النقطة واضحة تمام بس عنا إذلكم دقيقة واحدة ترجمة نانسي قنقر كما فبالنسبة لا اللي هو واضح الصوت الكل متبع معنا دكاتر سامعيني معاك دكتور واضح تمام فبالنسبة للديامتر أو للديامنشن تبعة المعجزيلاري سنتر الانسايزر بيكون في عنا الوث الأول اللي هو ثمانية ونص مليمتر والثاني سيرفايكالي بيكون سبعة مليمتر نيجي على اللي هو الديفاينينج فيترز بيكون في عنا الميزيو انسايزر أنجل بتكون شارب والديستو انسايزر بتكون مور راوندد يعني أنا لو عطيتك سنترال انسايزر ومسكته بحيث يكون فيسنج إلك يعني مواجه إلك إذا اتطلعت وشفت زاوية من الزاويتين اللي هو بروكسيمو انسايزر واحد شارب فهي راح تكون الميزيو انسايزر إذا شفت مور راوندد راح تكون ديستو انسايزر بالنسبة لالبروفايل تبع اللابيال aspect the distal outline of the crown is more convex than the mesial outline slightly convex but can be nearly straight يعني الميزيو profile بكون straight والdistal بكون مور convex إذا إجينا نقسم هذا السنترل لثيرت بكون في عنا انسايزر ميدل وسيرفايكال ثيرت the crest of curvature of mesial outline mesial contact area is at انسايزر ثيرت يعني وين السنترل انسايزر بعمل contact وين بعملوا touching with each other بتكون في الانسايز الثيرت هاي النقطة مهمة أثناء عملية الريكنستركشن للتوث إذا صار في عندي دمج في هاي المنطقة يعني أنا بدي أعمل ريكنستركشن بدي أعمل filling بدي أعمل restoration ضروري جدا أعرف وين التو سنترل انسايزر بعملوا تاتينج هل هو في الميدل ثيرت هل هو بالسيرفايك الثيرت ولا في الإنسايز الثيرت إحنا لازم نعرف إنه بيعمل touching في الميزي السيرفاس في اللي هو الإنسايز الثيرت ليش عشان يعطي لي more aesthetically pleasant appearance بتكون الإنسايز تبعته أفضل ويمنع لي الفود impaction later on the crest of care نعيد النقطة ممكن تعيد النقطة أوكي ما ليه هون الأسنان مش حكينا الميزة البروفايل near the straight distal profile فيه شوية convexity الأسنان في دينة الأرض تعمل touching to each other يعني مش كل سن موجود لحاله كل سن بيعمل touching مع السن اللي بجنبه في عنده mesial contact area و distal contact area يعني mesial مع السن اللي هو جاي mesial to it و distal مع السن اللي جاي distal to it في dental arch هون بالنسبة لل central incisors حكينا بكون في عنده واحد right و واحد left حكينا انه mesial surfaces لهذول السنين بيعملوا touching to each other في median line صح؟ الآن في أي portion من الكرون بيعملوا touching هل هو في cervical area هل هو في middle أم في incisor area حسب الصورة اللي انت شايفتها امالك اللي هي الأخيرة في ال incisor area يوم ما يعملوا touching في ال incisor area وتكون ال estability أفضل يكون ال aesthetic appearance أحسن أثناء عملية reconstruction أو restoration لل tooth إذا صار في عندي missing لهذه ضروري جدا أعمل ال contact في هاي المنطقة ما أجيبها مور سيرفايكلي لأنه إذا أجبتها أنا مور سيرفايكلي ساعتها رح يصير في عندي مشاكل food impaction يسبب لي secondary caries وأخسر الجهد تبعي اللي بدلته أثناء عملية restoration واضحة؟ نعم دكتور تمام نيجي عن النقطة اللي بعدها the crest of curvature of the distal outline أو distal contact area is at the junction of the incisal and middle third of the crown هون بالنسبة لل distal part حكينا بيجي بعد central incisor عنا lateral incisor تمام central وين بعمل touching مع lateral incisor بأي third حسب ما احنا شايفين الميدل third هاي بالjunction ما بين ال incisal وال middle third شايفين الخط وينه؟ هذا البارت حكينا incisal هذا البارت حكينا middle فهو جاي على ال junction ما بين ال incisal وال middle third ففعليا احنا قاعدين منتجه more cervical صح؟ يعني في الصورة اللي قبلها عمل contact هون في ال incisal third في الصورة هاي عمل contact في ال junction ما بين ال incisal وال middle third فبالتالي تحركت ال contact area بدل ما كانت more incisal placed صارت slightly toward the cervical area واضح فاهمين النقطة هاي لا مش فاهم مش فاهم نرجع حكينا الاسنان تعمل touching with each other في dental arch في الميزي part التучنغ هذا حصل عندي في incisal third بالنسبة لل distal surface central incisor بيعمل touching مع lateral incisor في الخط ما بين incisal وال middle third وضحت طيب نكمل سلايد اللي بعدها طبعا في بتكون الماملونز اللي ساتها واضحة مع شوية مع شوية أترشن مع شوية وير بيصير تمام دكاترا خليني أعطيكم بريك عشاء خمس دقائق ونكمل طبعا فيه لينكين أنا وديت لكم إياهم شفتوهم صار دكاترا وديت لكم لينكين يعني هذا اللينك رح يفصل مضطرين تفوتوا على اللينك التاني دكتور أنا بعطي لهم اللينك الأول ودي لهم كمان اللينك التاني تمام اللينك التاني عشان نكمل حسنا شفتوهوووووووووووووووووووووووووووووووووووأووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو